فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وروى البخاري هذا الحديث ما خل القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لأنه لا شك أن القيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجد القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء الصحابة يقولون قريبا من السواء ما قالوا أنه سواء وذلك لأنه لا يقاس مثلا القيام بالجلسة بين السيدتين ولكن المراد التطويل النسبي فكانت صلاته قريبا من السواء بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع ويطيل السجود إطالة النسبية لأنه يخف في الركوع والسجود ويطيل القيام فقط بل كان يطيل في الركوع والسجود لكنه لا يجعله مثل طول القيام لأن القيام يحتاج إلى إطالة من طبيعته لأنه يحتاج إلى قراءة الفاتحة وإلى قراءة ما تيسر بعدها من القرآن في الركعتين الأوليين فهو لا شك أن أطول ركن في الصلاة هو القيام والتشهد الأخير وليس معنى أن صلاته كانت قريبا من السواء أن هذه الأشياء متساوية تماما وإنما معنى أنها متقاربة فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال والجلوس إطالة نسبية اشتركوا في القناة